تحية لكل مستمعين يكسب خسافين من وعد مدوى حتى للعسرة كما تعودتوا كل يوم من الاثنين اللي جمعوا بتسعة العسرة يكون موعدكم في حديث في البزنس موعدكم اليومي للاستماع لمشاغل القطاعات الاقتصادية والأنشة الاقتصادية اليوم اللي يتمثل النسيج الاقتصادي متاع بلاينا نحاولوا نقربوا من واقع المؤسسات اللي تنشط في القطاعات والأنشة الاقتصادية بمختلف أصنافها سواء كانت صناعية خدماتية فلاحية نحاولوا نفهموا واقع النشاط متاع المؤسسات هذه ظروف النشاط كل ما يدور حول هذه المؤسسات سواء الجانب القانوني اللي نظم عملها مسئل التمويل بالنسبة للمؤسسات حياة المؤسسات اليومية والصعوبات اللي تعيشها يوميا وكيف كيف مستقبل هالقطاعات الاقتصادية هذية كيفاش ينظروا لها الناشتين في القطاع وكيفاش يراوا مستقبل القطاعات الاقتصادية لأنه مهم جدا هنقطة هذية برشو خيان من اللي دخلوا معنا من عديد القطاعات الاقتصادية يراوا أنه فما اختر هدد الأنشة والقطاعات الاقتصادية اللي هم يخدموا فيها إذا كان ما يتمش الأسلحة برشو يقول لك لا فما أمل وفما مستقبل أفضل لتطوير الأنشة والقطاعات الاقتصادية بين هذا وهذا نحاولوا نفهمها الواقع هذية لأنه إسلاح منوال تنوي يتبني على إسلاح منظومات اقتصادية وقطاعات وعنشلة اقتصادية وهذا اللي نحاولوا وأنه نفهموه في كل حصة من حصص حديث في البزنس اليوم شنحكي للقطاع حكينا عليه منذ مدة وحاولنا نفهموه شوية وتقريبا عديد القراءات للقطاع هذية وللنشاط هذية وهو نشاط التكوين المهني في القطاع الخاص عديد المؤسسات المنتصبة اللي تخدم في التكوين المهني في القطاع الخاص في عديد مجالات التكوين بمختلفها فما مجالات التكوين نحو الاندثار فما مجالات التكوين اليوم قاعدة تشهد انت عاشا وتتطور وذية المؤسسات اللي تنشط في القطاع هذية في أي ظروف قاعدة تخدم وشنية حوالها واليوم مدى تجاوبها مع طلبات متعصق الشغل ومع سياسات الدولة العامة في مجال التكوين سبح النور سي توفيق شيري عضو المكتب الوطني التنفيذي لكونيكت أهلا وسهلا مرحبا بيك السباح الخير مرحبا بيك وبالمستمعين مرحبا بيك انتي ديفنا اليوم بش نحكيه على القطاع هذية حقيقة القطاع هذية عليه نقاط استفهم كبيرة برشة برشة استفهم القطاع فما أنشة متع تكوين مهني خلنا نقوله ومجالات التكوين نحو الاندثار رو فيه اليوم ما عادس موجودة ما عادس حتى واحدة يمشي يتكون فيه وفما في المقابل مجالات أخرى في التكوين قاعدة تشهد في انتعاشة وقاعدة تشهد في التطور هل هذية سياسة من مراكز التكوين المهني؟ هل هو سياسة من الدولة؟ ولا هذية اللي يخلقوا الواقع متاع سوق الشغل اليوم والمطلوب في سوق الشغل اليوم؟ الواقع في ميدان التكوين المهني أنه يحاول يستجيب لمتطالبات سوق الاقتصادية ويحاول يستجيب لمتطالبات الفرد والمجتمع اللي هي متطالبات متجديدة هذك علش انتي تقول ثم قطاعات اللي قاعدين دي ذهر فيها التكوين لكن ثم قطاعات جديدة فرضها نسق جديد من النمو الاقتصادي في البلدان الكل هو واقع فرض روحه معناها الاهتمام بالتكوين المهني مسألة جوهرية لأنه عندها علاقة مباشرة بالاقتصاد عندها علاقة مباشرة بمستقبل الشباب متاعنا وما ينجمشين لثر قطاع التكوين المهني بل بالعكس هو فيه اهتمام متزايد من طرف سواء المؤسسات من طرف الأشخاص وإلا حتى من طرف الدولة هذك علش القطاع ذا ما ينجمش يموت لأنه مرتبط بنمو الاقتصاد عموما صحيح انه ثم قطاعات اندثرت ناخذ مثال تعليم الانفورماتيك اللي كان قبل بازيك تقول الانفورماتيك في دين ولادنا الصغار منها رابيد ما ينجم يعمل لك حتى امتي بروغرام دي جوه ينجم يكتب ينجم يبعث لذا اتطور الى قطاعات اخرى اهم دو بوينت موجودة في الانفورماتيك كذلك علش ثم بعض الاهتمامات اللي تبدلت باهتمامات اخرى اليوم ولنا نتكلمه على قطاعات جديدة كما الاقتصاد الاخضر كما الاقتصاد الازرق وهذه اهتمامات المؤسسات الخاصة لتكوين المهني اللي هي متخدمش لروحها هي تنتج في الشاب والمواطن الصالح للمجتمع وصالح للاقتصاد معنتها اللي قاعد نفهم فيه اندثار مجالات تكوين مهني وخلق مجالات اخرى وتطورها مرتبط بما يفرضه السوق العمل وما يفرضه تطور الحاصل على الوجه الاحصاءات ودراسات تقول اللي فيه ظرف تقريبا ثلاثين عام تقريبا اكثر من خمسين في المئة من القطاعات بيش تندثر ومن المهن بيش تندثر وثم ظهور مهن اخرى جديدة طبق قاعدين اللاحظوا اللي الشباب قاعدين دفع فيه مهن جديدة اللي مكناش نعرفوها قبل واللي فرض فرض التطور هذا التمشي العالمي واللي بطبيعة موجودة كيف كيف في تونس ويلزم نكونوا احنا في درجة من التطور وفي درجة في نسق تطوري تصاعدي بيش نواكبوا التطور ما نقعدوش في المهن الاقديمة في التعليم الاقديم كانوا بشوالي كتاب يعني يقريك الحاجات الاقديمة لا لابد من النظر للاقتصاد والتطور متاعو اللي سياسات الدولة تاخذوا بعان الاعتبار واللي المؤسسات الخاصة كيف كيف تتبع وتاخذوا بعان الاعتبار بيش يتوفر احسن ما يمكن للاقتصاد وللمؤسس الاقتصادية انا كتقولي الكلام هذي مباشرة نتحني على السؤال في ذلها تطور هذي اللي تحب ولا تكره مكش بش تختار نمشي فيه هو مفروض عليك بالضبط مفروض عليك لانك اليوم تونس جزء من العالم تعيش في عالمة بالضبط في مكش منعزل على العالم في علاقة باللي قاعد يصير من احداث وتطورات وحتى استراتيجية وجيوسياسية وغيره الناس تتنقل من بلاد لبلاد تبحث على فرص العمل وفرص العيش الأفضل وغيره والمجال مفتوح اليوم بيش تتنقل وتتحرك وتمشي وتخدم وتطور من روحك مطلوب انه يكون عندك حد ادنى من المعرفة الي تضمن لك الاندماج في مجتمعات متطورة حتى على المجتمعات تونسي ومتطورة على الاقتصاد التونسي بيش تدخل في هذية لازمة تكون عندك جودة معينة متع التكوين هكها ولا بيه انا سؤال اليوم مراكز التكوين المهني اليوم الي في بلاد قاعدة تواكب فيها تطور هذا فيها لانه تطور بضغط متسارع بشكل كبير ما يستنيكش بيش تقع تعمل في استراتيجيات يا بيش تواكب وتقرأ القدام وتحذر القدام بتاع بعض عشرة سنين خمساشن سناش عندي وبعض عشرين وناس تحكي لح خمسين سنين القدام ولا ميش بيش تخلق في الوقت كما قلنا انه هذا شي مفروض على الجهاز التكوين عموما لانه نسق متبعة التطور هذي هي اللي تشكو بعض الصعوبات كتحكيلي على المؤسسات الخاصة لتكوين المهني ميش واحدة لانه اللي نحكيه فيه هذي نسميه احنا هندسة تكوين الانجينيوري لافورماسيون انك تفيق بالتطورات الجديدة وتحاول بيش تلبي التطورات الجديدة ببرامج جديدة ببرامج تكوينية جديدة الجهاز الهندسة التكوين هو جهاز موجود مثلا من ضمن الأجهزة صلب وزارة التكوين المهني وتشغيل اللي نسق متاحها مهوش سريع جدا بش ينجل مواكب التطورات هذية يعني الخواص صحيح يقوم بمبادرات لكن لا بد من تأطير مبادرات هذية ولا بد من جهاز للتفكير ولهندسة التكوين يكون مواكب للتطور عندكم امكانيات خير من امكانيات الدولة استوفيق وله شفت نقطة كي تقولي الخواص يخدموا ويحاولوا يواكبوا وقعدين يتوروا اينا والدولة الدولة بالامكانيات اللي عندها الكل وباللوتوريزازيون اللي عندها الكل وما هي وما قادرتش اينا نسألك عندكم الامكانيات متاع مواسس التكوين متاع الدولة انتم لا عندكم ليسونتر اللي موجودين عندها والبنيات التحتية اللي موجودة عنا المبادرات الخاصة لان المبادرين الخاصين يجريوا كل واحد حل مؤسس للتكوين الخاص الا هو يسعى بش يتميز على غيره الا هو يسعى بش يجيب جديد هي مبادرات خاصة لكن يا حبة ده لو كان مؤسسة الدولة تنواكب التطور هذية لان تحول تكوين مؤسس الدولة ارزينا في اخذ القرار جهاز كبير برشا بش ينجم يخرج لك برامج جديدة بش ينجم يوكب تطور البرامج بش ينجم يحط البرامج على ذمة المؤسسات ويراقب العملت على المؤسسات جهاز فقيل بطبيعته هذك عليش الخواص هذي الميزة اللي عندهم ونجاحهم اللي تعترف به كل المؤسسات انهم ريكتيف انهم سريع سريعية تفاعل مع الواقع ومع التطور وبامكانياتهم ما اقولش امكانيات ضخمة امكانياتهم محدودة امكانياتهم محدودة لكن يحاولوا باش يواكبوا لنسقة ذا يا حبة ذا لو كان تتوفرهم اكثر امكانيات هما قاعدين يخدموا تول مؤسسات الخاصة تكيب المهني يخدموا ناقصين امكانيات هذا من اكبر المسائل الموجودة في بلادنا عموما معنى داير المؤتمر الاخير لمنظمة الاعراف كونكت اشار وحط الاصبع على النقطة هذه انه من اهم الموعيقات لتطور المؤسس الاقتصادية في بلادنا اليوم هي مسألة التمويل ومسألة السوق مسألة التمويل صحيح انك بش تبني برامج جديدة لا بد من دخوه برامج لا بد من تعميق النظر ولا بد من دراسات هذا اللي نتمنى انه تولي اجهزة الدولة تباكب تطور هذي بالنسق المطلوب الا انه المؤسسة الخاصة شنوه السبب نجاحها عليش ما ندثرتش معناها تو عندها من وقت الاستقليل انا نعرف بعض مراكز التكوين كما قلت من وقت الاستقلال ومازالت لليوم موجودة تغيرت اللي تغير فيها هو مجالات التكوين اه طورت في البنية التحتية متاحها واكبت التطورات اللي حاصلة وقعدت مزالت لليوم اللي ما بقاش مستمر لانه ما حاولش يطور ما حاولش يغير ويتعابل معها كمؤسسة اقتصادية ربحية فقط ما فيها لانه تقريبا النشاطة متاعكم فيه اكثر من بعض فما الجانب متاع لانه في الاخرين هذي مؤسسة اقتصادية لازمها تدخل فلوس باش تبقى تعيش وباش تطور وباش تنجد تعمل هالبرامج وهذا مهم جدا لأي مؤسسة اقتصادية اكيد فما جانب تعليمي بيداغوجي بالاساس لازمك تكون مواكبه وتكون على دراية بالتطورات اللي حاصلة فيه طرق التعليم المتطورة وغيره باش توصل المعنى فما جانب تقني مهم جدا 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 في ذلك التطور اللي حاصل في العالم وفما جانب اجتماعي لانه ثم نقطة مهمة جدا في الموضوع هذا كلامك صحيح اسامة هي قبل كل شي مؤسسة اقتصادية تخضع كباقي المؤسسة الاخرى للضغوطات والاكرهات متاع الواقع يعني عندها اداءات عندها تغطية اجتماعية عندها العديد من الالتزامات ما تنجمش تعيش المؤسسة اذا كانوا توفرش الشهدات يؤثر عليها الوضع الاقتصادي العام انا نقول لك الناس قدرتها شرائية تيه هيكون بشي يعمل تكويين يقول لك الفلايسات خليني نعيش بيهم احنا قلنا هي مؤسسة اقتصادية يزمها تعيش ويزمها تكون قادرة على انه التزامات الكل توفي بيهم لكني من ناحية ثانية وهذا الواقع في بلادنا ان المؤسسة دي مرتبطة بمستوى المعيشة بانه المواطن التونسي في المدة الاخيرة في السنوات الاخيرة بدال مقدرة الشرائية متاعها وتتقه والتكوين الماني ما هوش من الاحتياجات الاولى للعائلة التونسية اصبح من الاحتياجات الثانية في درجة ثانية هذك اللي يعمل لبعض الصعوبات الا انه رغم هذا فانه المؤسسات الخاصة التكوي الماني تتاقلم على الواقع متاعها كما قلت انت راه اندثرت اذا كان ما تطورتش راه اندثرت اذا كان ما نجمش تلبي برغبات المؤسسات وخاصة ان رغبات الاشخاص بالضبط يعني مفروض عليها اني اني تطور ما كانش تندثر وكي تطور تطور كما قلت انت بكفاءة جديدة تطور باقتراح برامج جديدة تطور باني تعميق التكوين واعطاء اضافة للشاب اللي يدخل يبحث على حاجة ما يلقاهاش في بلاسة اخرى يزموا يلقاه في المؤسسة ذيك وهذاك عليش الشباب قاعدين يجيوا للمؤسسات الخاصة للتكوين المهني وقاعدين يقيدوا لانه اكيد تعطيهم حلول باش نجموا يدخلوا بها لسوق الشغل هذا الجانب الاقتصادي للمؤسسة اللي لا بد من مراعاته الجانب التكويني باش تنجم تعيش وباش تنجم تواكب يلزمها ترعيه يلزمها تطور من البرامج فما الجانب الاجتماعي بتنسيش المؤسسات الخاصة هذي توقع لتنقذ في الاف من الشباب اللي يخرجوا من المسلك العام المسلك الدراسي طبيعي الاكاديمي يخرج واللي نحكي بقينا السنوات نحكيه المدرسة هي المسعد الاجتماعي هاو التكوين المهني طلعها مسعد اجتماعي مهم جدا جدا اليوم برشة وين خرج من المسلك الدراسي العادي مش يقول مركز التكوين المهني الخاص ولا حتى تلقاوا التكوين التكوين تلقاوا هذيك بدأوا بحياتهم العملية تطوروا من التكوين متاحهم واليوم تقريبا فيهم اشكون اصحاب مؤسسات فيهم اشكون يخدم في كبرى المؤسسات في تونس وفي العالم عندهم كفاءة ما شاء الله وكل مرة نسمعه حتى اليوم فيهم اشكون اللي يخترع معنا انت هو يحاول سيح المردود متاع المؤسسات الخاصة راهوا تلقاه على مستوى معناها نوعية الشباب قاعدين تخرجوا بكفاءات جديدة راهوا تلقاه موجودين على مستوى في تونس لكن منتشرين ذات كيف كيف معناها في اوروبا في الخليج بكلهم ابناء المنظومة التكوينية التونسية اللي جزء كبير منها في التكوين الخاص قال تكون في كفاءات عنا دي ساكس ساكس ستوري كما قلت عن شكون عمل المؤسسات رايدة في الميدان ثم شكون النجم حتى ولا ينتصب حتى في اوروبا اللي ممارس النشاط متاعه ثم دول في العالم اليوم كيف تطلب معناتها بعض الاختصاصات حسرا تطلبها من تونس لانها تعرف جودة التكوين في الاختصاص هذيك في تونس واليوم معروفين ثم اختصاصات بعينها مطلوقوا معناتها يأكدوا في الطلب انه تكون من تونس بذبت تونس معروفة بجودة الكفاءات متاحها بجودة التعليم والتكوين الى حد اليوم ونظمة المنظومة ما نجمتش تستجيب لطلب هذي لانه اهمية التكوين المهني تضاهي اهمية التعليم مثل ما حتى فرقا بين التكوين والتعليم المعضلة في بلادنا انه من الي تبنيت تبنيت المنظومة تبنيت على اساس التعليم وتناسة جانب التكوين المهني هذك عليش عنا كثير من الشباب متاعنا الي يخرج ميلقاش روحه وسط المنظومة التعليمية لانه عنده ميولات اخرى لانه عنده قدرات اخرى بش يطورها ما يلقى هاش كوسط المنظومة الحالية مش بالضرورة التلميذ يكون متفوق في المات ومتفوق في الفيزيك شيميه بش ينجم يواصل احنا تقريبا هذي المنظومة متاعنا متاعنا تقولك تمشي بالاعداد المواد الهامة بش ينجم يواصل متاعه يوصل بها حتى للجمع لكن الجوانب الاخرى ثم برش من الشباب عنده توجه عنده توجه تقني عنده توجه فني عنده توجه مهني لابد من مراعاة توجهات الشباب هذك ونوفره له المسالك اللي تخليه موجود فوسط المنظومة احنا المسالك هذيك المنظومة متاعنا ما تعيرش اهمية كبيرة للمسالة هذية ونشوفه اعداد كبيرة من الشباب متاعنا يغادروا التعليم هذا بخلافة نتكلم على مئة الف مسرح من التعليم خارج عن المنظومة سنويا لا يمشي الى التكوين من لا يلقى اتيش اخر يعني نقول عدد لا بأس به بمئات الالاف من الشباب ذوي الميولات الفنية والتقنية ما زالوا مشلقين حظهم فوسط المنظومة هذك عليش احنا نديو انه المنظومة هذية تكون المتساوية ويمشيوا مبعضا في تناسق مسياسة الدولة ستوفيق ما زالت انا في ملاحظة عام نقول لك نوعا ما سياسة الدولة اللي اعطات انه التعليم هو بدرجة اولى بدرجة اقل وخليني مش نعبر عليها بالكلمة اللي بدرجة دونية التكوين اللي يخرج اللي يفشل في المسار الدراسي الفاشل بين قوسين في مخيلة التوينس الفاشل هو اللي يمشي للتكوين لانه اليوم نجم انا ما نفهمش برشة في الماطف الفيزيك وفي الايكونامي وفي المسار هذي الاكاديمي متعلي اللي بشي هزني في طريق النجاح الدراسي المرسوم لكن انا عندي في يدي غرامة بالطبخ عندي في يدي غرامة بالتوسكي حلاقة وتجميل وغيره ما نجمش نتميز في هذية في الاصل يلزم المنظومة توفر لك المسالك اللي تتماشى مع مويلاتك تكون منظومة فيها كل ما نتقرأ في في حساباته انه الفرد الشخص التلميذ عنده كثير من مويلات اش بيه في الطبخ فالطبخ راه اخسارة احنا كما تحكي انت اللي يخرج هاو كفين الماء شنو قدامه يلقى مثلا مثلا الطبخ لكن الطبخ قاعد يكون في اطارات اللي قاعدين يتخاطفوا فيهم على مستوى اضخم الفناتك اضخم النزول في العالم اضخم المطاعم في العالم متخرجين من التكوين متخرجين من التكوين اقولك في اكبر النزول في العالم يكون ثاني شخصية اللي تسير نزل مهما تكون قيمته هو اللي يسميوه اكزيكوتيف شيف اكزيكوتيف شيف هو اللي كان في المطبخ وارتقى باش يولي الكوتير يشرف بالضبط يعني هو يسير في النزل مع الرقم واحد في النزل هذي اللي قاعدين نشوفهم كل ما خرجوش من المسار للتكوين الأكاديمي خرجوا من التكوين المهني ولي شهرياتهم بثلاث ملايين واربع وخمس وست ملايين وعشر ملايين وحتى حتى اكثر هو في تونس سهرياتهم بثلاث ملايين فيما بالك في الخارج في تونس عنا شكون عنده حتى اكثر من خمس ملايين ثلاث ملايين وعش يتكلموا بها يعني هو مسار ينجم يوصل سواء في الطبخ ولا في اي ميدان اخر المسارات المهنية تنجم وتوصل لبعيد الا انه المنظومة متاعنا ما القدلهمش حلول ما دخلتهمش اذا كان لش يخرج ويخرج يلقى روحه في منظومة اللي كما تحكي انت ينظروا لها بالدونية اللي ما تعطيش الشاب الطموح مش انه يولي كيفه كما الانجينيور شبيرة وثم بلدان في العالم طورت المنظومات متاعها على تكوين المهني الى درج انه في اللخر تلقى انجينيور ثم واحد جاي من المسار اكاديمي والاخر جاي من المسار المهني يعني ما خرج من المنظومة لكن وفروا له مسارات اخرى اللي تنجم تمشي توصل به بعيد مشكلتنا احنا في بلادنا انه التكوين المهني ينظروا له كأنه يمشيروا الفشيين ببتل الله مش فشيين هم قاعدين يجيوا عنا في المؤسسات الخاصة التكوين المهني نصروا منهم الرجال نصروا منهم كوادر اللي الموجودين اليوم سواء على مستوى الاقتصادي ولا حتى على مستوى الادارة ولا على مستوى المبادرات الاقتصادية هذو مكون خرجين من التكوين المهني احنا الشغل الشغل والاهم حاجة تهمنا هو انه المسارات التكوينية والمسارات المهنية يقع اعتمادها واعتبارها في المسلك التكويني العام بحيث الشاب يخليلوا الاختيار موش يمشيلوا كفاشل خليلوا الاختيار بعد مرحلة اولى نتنجد قول الى حدود هكذا نتصور الى حدود السنة التاسعة اساسي مرحلة تكوين دراسي اساسي يليك اساسي عام يلزموا انجربوا فيها الشاب على مستوى اكاديمي على مستوى تقني على مستوى مهني على مستوى فني يوصل للسنة التاسعة قادر بش يختار يختار المسار اللي يكمل فيه بقية التكوين المتاع وكيف يختار المسار خليوا الامكانية انه اذا كان عمل فيه عام والاثنين ومعجبوش يرجع للمسار التعليمي العام خليه يرجع واللي كان في المسار التعليمي تيف كيف بعد ما مشى اشوات في المسار التعليمي يحب لا يجرب يمشي في المهني يعني ثم ترابط هو اليوم لو هذيه قاعد يصير اليوم برشة ناس مشيت في المسار التعليمي العادي واخذيت حتى شايد هوا واليوم في اتار تطوير مهارات في اتار ما يطلبوا سوق الشغل في اتار تطوير ما انتها خلنا نقوله باش تلقى روحها في اتارها التطور اللي حاصل على المستوى الاقتصادي وطلبات المؤسسات مشيت لمسارات تكوين ميهني اليوم وقاعدة تلقى روحة هذا اللي قادر شو معنى اللي قادر اللي يكمل الدراسة متاعها كله وقادر باش يعاود مرة اخرى في مسار تكويني وعنده امكانياته المادية تسمح له باش هاوكا عنده ديبلوم اول يحب يلوج على ديبلوم ثاني احنا هذا نحبه يولي داخل المنظومة الدولة تهتم بكل تلامذة متاحها في مسار اكاديمي ولا في مسار مهني حتى اللي يوصلوا يلقاوا الطموحات متاحهم في اخر المسار احنا نحكيه على هدايا اليوم مدى تلبية حاجيات المؤسسات وسوق الشغل من قبل مراكز التكوين هدايا اللي باش نحكيه فيها باكثر تفاصيل في الجزء الثاني من حاساتنا توتسويت موجز الاخبار مع زميل امال هاني رجعين بعد الاخبار لمواصلة المواده معكم موسيقى مجزاء الاخبار من اكسبرس افام اهلا بكم المتحاور الجديد من فيروس كورونا لا يشكل خطورة واعراضه شبيهة ببقية المتحاورات وفق تأكيد الدكتور يذدخ فوس المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية وعضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا والذي اشار خلال تدخله اليوم في برنامج اكسبرسو الى ارتفاع عدد الحالة المصابة بهذا الفيروس في العديد من البلدان كنشوف الخطورة متع البيروس هدا معناها خطر شوفوا ليس انتوه العراض متعوه الخيفة معناها الكحاس خانه الفشلة سيلة الانف أنا حاجة كلاكيك ماهيش كيمة اللي نشوفها مع الوميكرون معناها مع الاخرين ما عندهيش خطورة خاصة وليكمبليكيشون اللي يشوفوا فيهم لحد الان ماهيش كبيرة ماهيش كبيرة ماهيش باشعبات قاعدة ترقد من سمتاعه من جراء الوميكرون جديد المشكل الكبير هو عدد الحالات معناها توقف كيفش يتكاثر قلت له وفما ارتفاع شوية صغير في بعض البلدان نحكيهوش على موجة جديدة نحكيهو على جوش الارتفاع حتى معناها الارتفاع موش قوي يس يس أما كيما قلنا معناها الوفات اللي هو عنده ينجرونتين دوميترشون منهم واحدة مست البروتين سبايق كل الكريجة معناها كان يتكاثر يجب يعطي مشكلة الاسبيتارات اللي تجب تتعبب الحالات ودعا الدكتور رياض ضد غفوسي لأهمية الأقبال على التلقيح في هذه الظروف خاصة بالنسبة للفئال التي تعاني من مناعة ضعيفة أو من أمراض مزمنة سحب عبر اليوم بأغلب اللاجهات تكون أكثر كثفة بالشمال الغربي مع بعض الأمطار المتفرقة إن تهب الرياح شمالية غربية قوية إلى قوية جدا قرب السواحل وبالشمال والوسط وقوية نسبيا فمعتدلة ببقية المناطق أما البحر فيكون شديد الهيجان إلى عنيف بالشمال وخليج الحمامات وشديد الاضطراب فمحليا هائج ببقية السواحل في الشأن الفلسطيني ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى عشرين ألفا وسبعة وخمسين شهيدا وثلاث وخمسين ألف وثلاثمائة وعشرين إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي وفق تأكيد وزارة الصحة في غزة التي قالت أن ثلاثمائة وتسعين شهيدا وسبعمائة وأربع وثلاثين إصابة في قطاع غزة خلال الثماني وأربعين ساعة الماضية التي توقفت فيها الاتصالات تماما نهاية هذا الموعد الإخباري كانت معكم أمال الهاني إلى اللقاء تابعونا على اشتركوا في القناة 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 بربي قديش نسبة الراغبين في الذهاب إلى التكوين العمومي هذي الراغبين اللي هم عندهم رغبة بش يمشيوا المركز تكوين العموم اي لا الستين اللي اي بضبط هذي يقول لك احنا طاقة الاستيعاب استيعاب اه قديش معبية طاقة الاستيعاب نتصور في درجة كبيرة لكن مهما تكون ناقصها بالنسبة الاقتصاد واحتياجات الاقتصاد وهذا كعليش اه معناه البزوان انه يلتجيوا لخدمات المؤسسة الخاصة اكيد مينجموش مينجموش حتى حد يبقى يبقى عليه نظرا لانه تعرف عنا تقريبا اكثر من الف مؤسسة تكوينية خاصة هذي حاجة اولى والحاجة الثانية الف تكوينية منتشرة انا افهم انها منتشرة في اربع وعشرين ولاية يعني عنا اه لوجستيك عنا انفلسكتور هاميازر ما زالت مهيش اه تخدم بطاقتها اه بطاقة استيعابها تخدم وفق استراتيجية استراتيجية واحدة موحدة واضحة اه ودراسات ودراسات يعني المؤسسات قاعدة تبذل في مجهودة لكن كل واحد يبذل في مجهودة واحدة اه متى ماش تنسيق كبير ما بين المؤسسات الخاصة و الجهاز العام للتكوين المهني هذي خلي المنتوج متاعنا ولا نوعا وكمن ضعيف هذي هذا جانب اول الجانب الثاني هو انه صحيح انه القطاعات الكل تتكلمت قولك انا ملقيتش شكوني لبيلي الرغبة متاعي لكن انا سؤالي القطاعات هذي هيش منظمة بين بعضها باش تتعبر على احتياجاتها بشكل واضح يعني هل انه المؤسسة الاقتصادية اليوم اللي ديما تشكي وعند حق في هذيه انه ناقصين الناس اللي التكوين البروفيل اللي ما حاشون به اسكو تجمعوا في اطار الماء اسكو حدوا البزوان متاحهم بالضبط حاجتنا بكذا منعشتنا في الملتي ميديا حاجتي في الملتي ميديا بالمعرفة الفنية بالكمبيتانس الفنية يتكلموا بشكل عام لكن لا بد من انه الليزان دستريال الصناعيين وغيرهم يساهموا حتى هما في التكوين كيفش يساهموا؟ يساهموا في انه في بلورة البرامج يساهموا في انه في قابول اتليم ذه هذوما في وسط المؤسسة تمتاحهم لتربص بين قوسين التربصات القادة صيرة ثم جزء اللي في التربص قاعد ياخذ وثم جزء يقول لك لا خدموني بشكل ثانوي يعني هنا اني دامتاعي للمؤسسة الاقتصادية ان هي يبيدها تحاول تعبر على اراءها وتحاول تساهم في ايجاد البرامج هذية في نقاش البرامج هذية معنى الكنسيبسيون دي بروغرام ومباد حتى في السرتيفكاشون دي 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 بلوم عليش اللي دي بلوم احنا تعنا في بلدنا بكلهم يخرجوا كان من اه الوزارة ما عندوش معنى كبير انا نخير انه دي بلوم يكونوا المهنيين هم اللي حطوه هم اللي يصحوا فيه في الاخر معنى يعطيوا الاعتراف متاحهم السرتيفكاشون تكون عندو دلالات في المنتوج في نوعية المنتوج تكون خير من ان مجرد باسم وزارة تكوين مهني صحيح اكيد هذاك لازم وتعمل فيه الوزارة لكن الصناعيين حتى هم زادا قادرين انهم يطوروا برامج تكوينية يشرفوا عليها الى حد التخرج وقبولهم بعد تلك يكون اسهل في سوق الشغل يعني هي عمل جماعي عمل الجهاز التكوين بشقيه العام والخاص وهي ايضا الامبليكاسيون بتاع الصناعيين بشكل عملي في انجاز البرامج في متابعة البرامج في تقييم البرامج اللي هذاك يعاون باش المؤسسة التكوينية تقرب اكثر لتلبية حاجية الناس ذو ما ما نوحدوا في الشعارات العامة ما لقيتش ما لقيتش صحيح ما لقيتش على خطر انت ما عبرتش على شنو اللي تحب الضبط ايجي ساهم معايا في ايجاد البرامج اللي يتماشى مع المطالبات متاعك تو نوصلوا لحل يعني عملية تكامل عملية تكامل ايش طالب قل لي شنية اللي طالب ونحاول معاك نبني برامج التكوين على اسس الطلبات اللي موجودة اليوم للقطاع الاقتصادي هذائب باش نخرجلك ناس متخرجين في اختصاصات دقيقة وواضحة ينجم الفيدو المؤسسة امتاعك ما يجيو وشو تعالوا تصرف عليهم تكوين ايه شوفوا المؤسسات الكبيرة اللي قالت عادي في سيرتيفيكاسيون تو ثم برجة حتى من عنا هنا في تونس يعملوا في تكوين سيرتيفيكاسيون مع مؤسسات كبرى وعالمية وين مؤسساتنا بش تساهم هي كيف 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 في البرامج هذية تحيين البرامج تقيين برامج التفكير في البرامج انا بتيجيك للنقطة هذية استوفيق الاليات اليوم اللي ممكن ايجادها لخلقها التناغم هذية بين المؤسسات الاقتصادية وهيكا للتكوين باش تكون اه طلبات المؤسسات اه تلباها هيك التكوين لانه مهم جدا وفهم نقطة اخرى انت الفتلها الانتباه نقطة مهمة جدا حكاية هالا الامضاع للشهادة هذية يكون كان من وزارة متاع شهادة متاع تكوين المهني دوسي كبير والناس اللي تقرف التكوين مه gears تعرف هالا الموضوع هذية وحتى اللي ميرسوف النشاط اصحاب المواسط التكوين دوسي كبير حكت ال اه اليوم نحكيه على اه اه اشهادة اتغريات ا امولوغاشنية اللي معترف بيه ولمعترف به في تونس وليمش معترف بيه خرج تونس ودوسي وشانتي أنا حقاً نحب إجابة من عندك فاصل قصير وبش نرجع لك استوفيق الإجابة على هالتسؤولة تادي عودة من جيد لمواصلة الموعدة معاكم نرجع لك استوفيق هما حقاً نقطين مهمين من خلال الكلم اللي كنت تقول فيها سؤالي أي آليات اليوم ممكن خلقها بين المؤسسات الاقتصادية وهيك التكوين شنية الآليات الي تلواهم ممكنة بش المؤسسات التاعة التكوين تلبي الرغبات الحقيقية للمؤسسات الاقتصادية أنا كي نخرج لك ناس متكونين ديريكتو ما تنتجريهم في المؤسسات تاعة كيدخلوا ويخدموا يخرج من عندي من السنتر دو فورماسيون يجيب حديك يخدم عرف روحو شنية بش يخدم فاهم شنية الآليات الي ممكنة ليجيت هدتها نغم هذي شوف أوسامة احنا قاعدين حالياً التفكير ماشي في تجاه إيجاد الآليات هذية واذاك عليش بين خاصين التعريش عن نشاط احنا في الأسبوع الجاي عاملين ندوة حول التكوين الماني صلب المنظومة الوطنية لتأهيل الموارد البشرية يعني قاعدين نحسوا اللي المنظومات قاعدت تخدم متباعدة منظومة التعليم وحدها منظومة التكوين وحدها التعليم العالي يخدم وحده حتى صارت قبل مبادرات من أجل توحيد المنظومات هذية نقول اللي ممكن السبب فشلها الأساسي هي تقريباً السلطة السياسية ماوكبتش لأن القرار مزال موجود على مستوى كله زير ياخد قرار وحده حتى خرج قانون يحاول بشي واحد ما بين التكوين والتربية وتعليم العالي خرج قانون الفين وثمانية اللي يحط له باك بروفيسيونيل إمكانية اللي يخذاله في التكوين المهني يواصل التعليم العالي متاعه سي اسامة احنا وخرنا القانون هذك تاع الفين وثمانية اللي يعتبر بالنسبة لتكوين مهني قفزة نوعية اعتباء معناها بالمقارنة مع القانون الف وتلاتة مية وثمانية ما تطبقش قانون تاع الفين وثمانية ورجعنا لتوقعدين نعيشوا بالمنظومة تاع الثلاثة وتسعين منظومة تاع العهد السابق اللي هي شوفها ونصفة البلاد يعني لابد من تفكير في تغيير المنظومة احنا اليوم نزلنا نعايشين بالمنظومة السابقة الأقديمة هو تقريباً تلاتين سنة لنا احكي ايه منظومة عندها تلاتين سنة ايه راولك تاعاتي التكوين بالتطور اللي حصل في العالم ايه نعم هو في الخمسة سنين اللي اخرانين معنتها تطورة كبيرة مش في الخمسة سنين دي في العامين اللي اخرانين احنا وخرنا وسام احنا وخرنا لأنه موكبناش التطور لأنه حتى القرارة اللي اخذيناها كيف يجيك وزيره وقولك لا ما يسعديش أنا جمعت التكوين المهني يطلعوا للتعليم العالي على هذرايو عليش قلت لك أنا مرتبطة ساعات بمنظور برؤى مسؤول معانيش لجنة علية فوق التكوين المهني والتعليم العالي والتربية وهذا ثم مجلس سيقع احداثه بعد الاستشارة الوطن ان شاء الله يقدر المجلس دي بش كون الكلمة بتاعه نافذة ان شاء الله يقدر بش هو يرسم السياسات والاستراتيجيات العامة بش الوزراء الاخرين المكلفين بالتكوين المهني والتعليم العالي والتربية يمشيوا يقتديوا بالتوجهات هذيك مش حسب الرؤى كل واحد منهم احنا نطمحوا ان المجلس جديد يكون مجلس كلمته نافذة تسمعوا كلمته نافذة واحد ويكون المجلس فيه الطرف العمومي لكن كيف كيف الطرف الخاص بش نجموا نفهموا ليه لازم يكون فيه الطرف الخاص في اليوم مؤسسات التكوين المهني الخاص مؤسسات التربية والتعليم الخاص سويا في الابتدائي الأساسي الثنوي اليوم في الواقع موجود نجيش تتخلى عليه لكن مازالوا كلمتهم مش مسموعة مش مسموعة تمثليتهم ضعيفة لرغم الحجم المتاح وعلى مساهمتهم الحجم المهم والاعتراف بخدماتهم تعرف نحتيك مثلا مثال في التكوين المهني صارت العديد في ملسابتين او ثلاثة اللي المرفق العمومي اخدم مع المؤسسات الخاصة لتكوين وكلفها بتكوين بمقابل بطبيعة ونجح حتى في كل تجارب يعني الكمبيتنس الموجودة توفي المؤسسات الخاصة حتى على مستوى الوزراء يعرفوا اللي سوصن دي زيتابليسمان كمبيتنس خادرين باش ينفذوا برنامج تكويني ويخرجوا دي بروفيل هامين كيف ما طلبت للوزارة لكن التجربة هذه ما توصتش تقصت في عديد من المناسبات يعني العمل المشترك ما بين القطاع الخاص والقطاع العمومي ضرورة لاقتصادنا للتكوين متاعنا للتعليم متاعنا من نجموش نبعد عليها اذن نرجع مسألة لا قبل هذه ثم حاجة مهمة شرت لها في بداية كلم ممكن حاب نرحل قلت لي فهمها الناشط ان شاء الله بينطو بشي سير ان شاء الله الأسبوع القادم وقتش ندوة عنا ندوة بشي نظمها كيمي قلتك العنوان متاعها التكوين المهني صلب المنظومة الوطنية لتأهيل مورد بشرية اللي ندو هذي دعينا لها العديد من الوزارات الوزارات اللي عندها مؤهمة التكوين بالطبع وزار التكوين المهني وزار التشغيل والتكوين التعليم العالي التربية بعثنا دعوات كيف كيف بعثنا دعوات للوزارة السياحة وزارة الفلاحة المرأة والطفولة وزارة الدفاع اللي هي زادة عندها مراكز تكوينية تكوين خاصة هذا من كل ما عنده مراكز تكوينية نحب انسجام في المنظمة التكوينية كاملة بكل تفرعاتها الكل يصبوا في تجاه انه يولي وثم مسارات متناغبة مع التعليم وتأدي الى التكوين على مستوى التعليم العالي برشة وزاراتي لحد اليوم استجابوا للطلب وان شاء الله بش يكونوا ممثلين في الندوة نهار ثلاثة نهار ثلاثة ان شاء الله وقت هايش الوقت خلينا ثمينة نصف متاع صباح ندوة ونأملو انه المهتمين بالتكوين عموما يكونوا حاضرين شوف هي تطوير واصلاح المنظومة الوطنية لتأهيل المورد بشرية يهم عديم القطاعات يهم الطفولة لأنه من الطفولة نحن نحبو نكونه الإنسانة التونسي ناخذوه من لي هو صغير ثم التعليم ثم التكوين ثم التعليم العالي احنا في الندوة هذية باش نركزه على اهمية التكوين المهني في وسط المنظومة دي صحيح ما نهره الطفولة عنده اهميتها التعليم العالي عنده اهميته لكن تركيزنا في الندوة هذية نهرته هذية على التكوين المهني لذا احنا بطبيعا نعوده الدعوة للمؤسسة هذية باش يكون موجودة حاضرة لاهمية اللقاء لاهمية الحواء باش النجم نساهمه في ايطار الاستشارة الوطنية لاصلاح المنظومة التربية نبدي وراينا كمنظمة كمؤسسات سواء تكوينية خاصة ولا عمومية نقدم بعض المقترحات لتحسين جودة المنظومة حالية لذا ندائنا حتى لاصحاب المؤسسات الخاصة باش يكونوا متوجدين يبديوا اراءهم شنية مشغلهم شنية المعيقات ما تخليهمش يطوروا من الاداة متاحهم ولا من هما موجودين وقاعدين يخلموا لكن ما تماش نظرة واحد حال استراتيجي واحد خلينا نقول مفهماش مفهماش فورس باش الناس الكل تتسمعها مع بعضها جي فورس كيفين هذي لازم حقا نستغلالها باش الناس الكل تتلاقها تتقابل باش نخلقوها الاليات لان اللي لسنت علىها ونلقاها ونوع من التناغم ونفهموا اكثر مشاكل ابعادنا وكيفاش نحلو هالمشاكل ونرسمو استراتيجية ورؤية القدام هذا هو بالضبط لها دخلنا ندوى انو نحاولو باش نوجدو الاليات نقترحوا الاليات لتنسيق التكوين بين مختلف الاطراف خدمة للاقتصاد التونسي وخدمة للمؤسسة التونسية المؤسسة الاقتصادية خلق المواطن التونسي الصالح الكفء اللي بعتلي بش يخدم سوانا على معناها سلوكه في عائلته وسلوكه في المجتمع سلوكه في الوحد تكرسوا في اسم المؤسسة مؤسسة المواطن بالضبط في فعل المواطنة على مستوى المؤسسات ونشاط المتحو هذي مهم جدا باش نرجع لك استوفيق في سؤالي سلوكه لك تقريبا ما عادش عنا برشا وقت ثلاثة دقائق فيما يخص اليوم مسألت هالي ديبلوم هذوما حققتن سؤالي بتراح في كثر من المر عليش هذي اليوم فهم مشكلة متاع التكوين الميهني هذي معترف بها في تونس ومعنش معترف بها في الخارج وهذي معترف بها في الخارج ومش معترف بها في تونس هذي أجريي بارليتا وهذي أمولوغي بارليتا وشني الفرق وعليش هاللخبة هذي الكل وهذي كانت أمولوغية ومعتش أمولوغية وهذي كانت أجريي ومعتش أجريي فهمي شني هذي اللي قاعد يسير سوف لديبلوم عن النظام تاع ديبلوم هذي كلمة أمولوغية أجريي ما عادش موجودة لأنه كنا قبل نختمه في أول مبداية وزارة التكوين المهني سلم الترخيص للنشاط في ميدان التكوين المهني خاص ثم تبدل نظام الترخيص بنظام التسجيل يعني أحنا كمؤسسة مسجلة لدى الوزارة تعرفنا الوزارة حسب كرس شروط مسألة لديبلوم مسألة ثانية أصبح عن نظام التنظير تنظير شنو تنظير يعني في ديبلوم هذيك منظر مع مثيله سواء في مؤسسة أخرى عومية أو خاصة فول البروفيل هذيك نفس البرنامج مع نفس عدد الساعات مع نفس المكونين نفس نفسهم المساعد تقريبا دونك ظهر هذا البرنامج على التنظير اللي وليت المؤسسة تعطي في تكوين منظر هذيك الوزارة المعترف به حاليا كلمة مرخص هي كلمة تعمل غالظة ما ثماش مؤسسة مرخصة ما ثماش تكوين مرخص ثم التكوين المنظر اللي هذيك هو الاعتراف الوحيد من دولة كان بالديبلوم معترف به في شهادة ضمى في تونس ولا خارج تونس ولا خارج تونس لازم مطابقة للشهادة ضمى لانه تقريبا اليوم تم تواجهها كبير من طالبي التكوين في تونس والليمشيوا للمؤسسة الخاصة في انه الحصول على الشهادة في القطاعات اللي يمشيوا لها للتكوين فيها واعتماد هالتكوين هذي للخروج ومغادرة الوطن نحو فضاية اخرى من العالم بش يخدموا بش يتوروا من الراح ويحصلوا معيشتهم تكوين المنظر هو اكيد معترف به في تونس لكن كيف كيف في العالم تحب تخرج بش تشتغل بديبلوم تاعك في اي دولة من الدول يطلب عليك ديبلوم منظر هذا الديبلوم السرتيفكات والديبلوم قصير المداك الفورماسي لا تعتمدوا بش نجم تسافر به وتمشي بش تشتغل به يعني كنظام التنظير حتى نظام التنظير لا بد من مراجعته والوزارة تعرف هذي وبدأت في اشغال المرور من نظام التنظير الى نظام التأهيل يبقى انه تويرت برش المدة يعني انا حاضر في نقاشات منذ الفين وخمسة و الفين وستة على تغيير نمط الاشهاد هذي من الاشهاد من التنظير الى التأهيل واحنا نلتوه ما زلنا ما وصلناش هارب من الفين وخمسة الفين وستة هارب كيف نعملو تقريبا تقريبا ثم ثقل ثم ثقل لا مش ثقل ثقيلة برشة ثمتاش نسنية تعدى في برنامج بش تعدى من شهادة لشهادة ولا من اذا كان اللوزارة تعترف انه نظام التنظير معنا وصل الى مداه منذ الفين وخمسة تقول انت يقول الخير علاش الى حد اليوم ما زال معمول به هذا الصغير واحنا نحب دفع بسرعة اكثر بش نوصل لانظيمة اخرى متعرف عليها حتى على مستوى عالمي تو وصلنا للسرتيفيكاسيون وصلنا انا كانش قلت لك يلزم الليزا اندوستريال يساهموا اه الاطراف الكل بتساهم باش ديبلوم بتاعنا يولي عندو اه بعد عالمي يعترف كيما تود اخرين اللي سرتيفي اللي جايين من من الخارج احنا قادرين على الشيه دي المهم انو الوزارة تحاول بش تسرع في نمط الاشهاد ونحصنه فيه واضح شكرا لك سي توفيق يا تك السحة بارك الله فيك حقا لحضور معانا على ما قفتنا به حول اهل قطاع هذه المهم اللي يلعب الدور مهم على المستوى الاقتصادي وحتى على المستوى الاجتماعي والتربوي مش كان اقتصاديا فقط بارك الله فيكم ماذا بينا ان شاء الله ديما لفتات هكاية من قبل الاعلام مرحب من اجل انو يفهموا الناس شو معناها التكوين المهني قيمة التكوين المهني انه هو المحرك المنشط للدور الاقتصادية نحطه هذا في يد هنا وراه قيمة ثابتة وراه لا بد فيه من طموح ولا بد فيه من الانتماليه هو فخر وان شاء الله اكثر نيسة نشوفهم تتواجد في التكوين المهني من اجل تحسين الاقتصاد تحت البلاد شكرا لك سيطافيق شهيري عضو المكتب التنفيذه الوطني لمنظمة العراف كونكت على حضورك معنا لليوم تحية لكل وخينا نرافقونا في الاستماع شكرا رانيا منصور في الاخراج ادب المدب في اخراج صورة لتوصلكم على الشين يوتيوب